بسم الله الرحمن الرحيم أنت تسأل وعمري خالد يجيب بنجاوب على أسئلتكم واللي ما بنقدرش نجاوب عليه بنقول لكم روحوا على قسم الاستشارات في عمري خالد دوت نت تلاقوا إجابات كتير على أسئلة كتير لكن الأسئلة المتكررة هي اللي بنحاول نجاوب عليها باستمرار سؤال النهاردة من هند هند ما قالتش هي من بلد ايه فأنا يعني لأن الحقيقة بيجين لأسئلة من كل دول العالم وأنا فرحان أن أنا كأخ كبير بجاوب على الأسئلة دي من الخبرة اللي الواحد أتعلمها في الحياة هند بتقول أنا نفسي أتجاوز ما تجاوزتش والحكاية دي مقرقاني جدا وأمي عمالة بتدعيلي وتقولي نفسي أنك تتجاوزي وحصة بضغط عائلي وضغط نفسي وبجبر أنا دلوقتي عندي 28 سنة ونفسي أكون اتجاوزت أعمل ايه شوفي يا هند خلينا نتفق على حاجة خلينا نتفق أن الجواز رزق زي وزي كل أنواع الرزق بنقعد ندعي ونقول يا رب رزقني يا رب رزقني يا رب وسع علي ويتأخر الرزق وبعدين ييجي أو ربنا يعجل به أو يستجيب فورا لأن ربنا وعد بالإجابة لكن إمتا هي ديا اللي عنده هو لأنه هو مالك الملك أعرب بنت اسمها أميرة أميرة اتجاوزت بعد سنين طويلة مات أبوها وماتت أمها ما لهاش حد خالص عايشة في البيت لوحدها لأن أخوها مسافر بيشتغل في الإمارات أميرة بطولها يعيني مسكينة وبندعيلها كلنا لغاية ما قلنا شكلها مش هتتجاوز والموضوع طويل قوي لكن أميرة في الآخر اتجاوزت وأميرة في الآخر خلفت توقم وهي عندها 38 سنة ده رزق من الله يبعثه إمتى؟ يبعثه عندما يشاء وقتما يشاء بالكيفية التي يشاء طيب السؤال هو لغاية بقى مغلف أعمل إيه؟ لغاية ما تخلفي أو لغاية ما تتجاوزي وربنا يا من عليكي بالزوج الصالح هتعملي ثلاث حاجات أول حاجة الدعاء تاني حاجة ما تعيشيش نفسية المظلومة المعقدة توكلي على الله تالت حاجة تبدأي تنفتحي في الحياة عشان الناس تشوفك وفي نفس الوقت علشان تبقي مهتمة بشكلك وفي نفس الوقت تشتغلي وتنتجي فتتعرفي على الناس من غير ما تبقي مبتزلة طبعا أنك بتعرضي نفسك على رجال ما تعمليش كده طبعا إنما أول حاجة بتدعي تاني حاجة ما فيش عقد في الحياة مهتمة بشكلك مهتمة بوزنك مهتمة بلبسك بتتعاملي مع الناس من فتاح ما انتيش بترمي نفسك على حد بشكل معتدل وبشكل راقي كل ده في حكاية عايشة نفسية طبعية النقطة التالتة والأخيرة تشتغل يعمل تطوعي أو خيري ليه؟ عشان تعوضي الطاقة اليونتس بتاعة العاطفة اللي مش عارفة تطلعيها طلعيها في الخير لغاية ما ربنا يأذن وتتزوجي طيب تأخر موضوع الزواج أنا ما عنديش مشكلة أنا مش معقدة أنا مش تحت ضغط نفسي ليه؟ أنا عايشة بطريقة طبيعية أنا بلبس كويس أنا مهتمة بنفسي أنا متوكلة على الله أنا بدعي ربنا أنا باحتكي بالناس أنا مش متأثرة في حاجة والرزق من الله يبعثه عندما يشاء وفي نفس الوقت أنا بطلع الطاقة اللي عندي العاطفية فعمل خيري إلى أن يأذن الله والله ده كلام منطقي وواقعي وسهل وتقدري تعمليه ابعته الرسالة دي لكل بنت اتأخر جوازها أقولهم تاني تدعي اتنين تعيشي حياتك بشكل طبيعي من غير ما تحطي نفسك تحت ضغط وتقولي الماما وبابا ما تضغطوش علي تلاتة تشتغلي عمل خيري عشان تطلعي طاقتك ربنا يفتح عليك ويرزقك الزوج الصالح شكرا والسلام عليكم ورحمة الله